الآفة والسلبية القديمة اللي كانت موجودة في العلاقات العربية العربية والتعاون العربي المشترك كان قائم على العواطف تعالى معايا كان بجد وحية ربنا في السبعينات والستينات والتمانينات كان فكرة العواطف والمشاعر ثانية واحدة يا جماعة العواطف والمشاعر ومش عارف ايه كانت هي الغالبة كانت هي الغالبة فوصلنا الى مرحلة انه الناس بتعمل سياسات قائمة على العواطف والسياسات ما فيهاش عواطف السياسة فهاش عواطف زي ما قلت حالك في البداية السياسة مصلحتي ومصلحتك وعندما تتلقى المصالح ساعتها العواطف حتى تبقى موجودة لكن عواطف بس بتعارفين اللي عنده علاقة مع عواطف بس بيحصل له ايه فالقصة هنا ببساطة شديدة انه علاقة المصالح المصرية والسعودية هي الاهم دلوقتي وهي المتوجة لعلاقات الاخوة والعلاقات التاريخية علشان كده احنا امام مستقبل باذن الله في تتويج لهذه العلاقات وهذا التعاون وعلى كل المستويات على كل المستويات وحتسمعوا وانا بقول لكم هذا الكلام ان شاء الله عن قناع هتسمعوا خلال الايام القادمة عن شراكات مصرية سعودية اقتصادية واستثمارية تقريبا تقريبا في كل المجالات هتلاقوا تعاون صحي لوانا بقول لكم المجالات تقريبا ده اللي انا متهيئة ليحبا فيها استثمار سعودي كبير صحي واسكاني وطاقة دول التلات مجالات الرئيسية اللي حيبا فيهم تعاون مصري سعودي على اعلى مستوى صحة واسكان وطاقة وان شاء الله ما خافيها كان اعظم القصة ان الدرس اللي حصل في سحابة الصيف العابرة اللي حصلت ما بين مصر والسعودية يجب ان نتعلم منها درس ما يفعش الامر يعدي كده واحنا نقول اه مرحلة وعدت الدرس ايه اولا ان احنا يجب ان احنا ما نبقاش هوائيين لو نبقى مائيين اللطيفة لكن هوائيين لا هوائيين بمعنى ان احنا مشاعرنا متأرجحة اي حدث صغير يخلينا نغير مواقفنا يخلينا نروح من اقصى اليمين الى اقصى اليسار لحدث او لمشكلة عابرة لا المفروض ان احنا يبقى عندنا ثوابت وانا بقول لكم ان العلاقات المصرية السعودية من الثوابت التي يجب ان لا تتغير هنا وهناك ده واحد اتنين ان احنا ارجوكم بقى نمنع الوسطاء من ان يتدخلوا لان احنا كشعوب عربية كيفة عندنا كيف ان احنا نديوا ادننا للي بيسخن اول ما يحصل مشكلة على فكرة لو كل واحد فينا غمض عليه شوية وفكر هو بيعمل كده ولا لا هتلاقونا بنعمل كده احنا الشعوب العربية كده حتى بينك وبين جارك يعني ممكن تبقى انت وجارك اللي جنبك في العمارة في الشق اللي جنبك على طول حبايب واخوات بقى لكم عشرين سنة وتحس ان هو قارب لك من اخوك ثم مشكلة صغيرة تحصل وغالبا بتبقى ما بين الستات غالبا بتحصل ما بين الستة امراتك وامراته مشكلة صغيرة هتعدي يوم يومين هتتخصمه خاصة عادية تلاقي واحد تالت بقى تنتي عادة على قهوة يقول لك اسكت ده جارك ده مش عارف ايه كذا 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 فانت ساعتها عايز تسمع الكلام ده عايز تسخن عايز تلاقي حد يقعد يوز في وجنك ويدس الكلام والسمون في وجنك عشان تسخن على جارك عشان تزعل منه اكتر فبتحب تدينه ودنك بتحب نشوفوا المشكلة عندنا فين مش بس بنحب ندينه ودننا بنعلم ندور على حد يسود علاقتنا مع اللي أنا منتخنق معاه فبدل من خناقة تبقى خصومة زعل امصل مدة ساعتين ثلاثة يوم يومين تبقى خناقة جميلة قد كده السبب البهوات اللي قاعدوا يزنوا على وداني ويزنوا على ودانه فخلوا المشكلة اللي قد كده كده هو ده اللي حصل وقت الشهور اللي فات ما بين مصر والسعودية بعض الخبثاء وبعض التافهين هنا وهناك وأطراف ثالثة التالت تسكب زيتا على النار عشان تولعوا وللأسف في بعض من هنا وبعض من هناك حبينا ان احنا نديهم ودننا كيفنا كده فبدل ما بقت سحابة صيف بقت زعبي بقى مشير فالدرس التاني ان احنا ما نديش ودننا لللي عايز يسخننا على حبيبنا اشوف مصلحتي فين انا مصلحة ان انا اتخلق مع جاري قولا وحيدا لا يبقى مصلحة ان انا اذيب هذه الخلافات سريعا مش ان انا زود هوت وجفوت الخلافات ده الدرس التاني الدرس التالي المهم هو فكرة احترام الاختلاف انا لما اتجاوز واحدة انا لما اصادق صديق ليس دوري ان انا غير شخصيته طالما حبيته كده واتفقت على ان انا اتجاوزها كده ما حانش بيغير مراته هي غالبا مراته وهي اللي بتغيره لكن في النهاية غلط ان انا غير الشخص اللي قدامي انا لازم اتوافق على هذه الطباعة هذا هو الدرس التالت اللي نتمنى ان احنا ما نلجأش للوقوع في هذه الاخطاء مرة اخرى عاشت مصر والسعودية يدا بيد بيد اشتركوا في القناة